شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة الموضوعية الأولى للندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان التمسك بالسلام والاستقرار من أجل التنمية والازدهار وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن السلام العالمي يواجه الآن تحديات غير مسبوقة ذات تداعيات استثنائية ومعقدة عبر تفشي الصراعات والنزاعات فضلا عن التحديات النوعية المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتي أصبحت مهددة للخطط التنموية الطموحة مضيفا أن التوافق الدولي على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والمنصف يظل نظريا دون نعكاس ملموس على أرض الواقع مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية مثال صارخ على هذا حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة احتلال إسرائيلي غاشم ويتعرض منذ ما يناهز العام لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ومحاولات ممنهجة لتصفية قضيته العادلة وتهجيره قسريا خارج أراضيه